اشتركوا في القناة عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وأنه في يوم القيامة لا ينفع إلا العمل الصالح ولو افتدى بما في الأرض جميعا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومعه لفتدوا به من سوء العذاب يوم يوم القيامة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاروا لو أن لهم ما في الأرض لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به وأنه لا ينفع إلا العمل الصالح ولهذا قال لا يقبل منها شفاعة ولا يأخذوا منها عدل ولا هم ينصرون فلا يدفع الضر ولا تحصل المصلحة في يوم القيامة إلا من قدم عملا صالحا ولا هم ينصرون ما لكم لا تناصرون ليس فيه تناصر وتقدم ذكر بعض الآيات أن كل يقول نفسي نفسي وأنه يفر القريب من قريبه والأم من ابنها وكل يفر ويوم القيامة لا ينفع إلا التقوى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو كما في الآية الأخرى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون إلا المتقين فالخلة انتهت إنما كان لله فإنه يبقى ولهذا قال ولا هم ينصرون لأن الملك لله سبحانه وتعالى وينادي يوم القيامة حين يموت الخلق ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى فينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول لله الواحد القهار اليوم تجى كل نفس بما كسبت بما عملت وهذا كله في ذكر الآيات التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل ثم ذكر أن الذين يستعدون ويعملون للآخرة هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وأنهم لا يستعدون بالعمل الصالح ثم ذكر سبحانه وتعالى في تعديده لنعمه على بني إسرائيل فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي آية العراف وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وكذلك ذكر هذا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وقال استحيون نساءكم ويذبحون أبناءكم وفي ذلك بلاء من ربكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم فذكر في هذه الآيات الثلاث أنه بلاء عظيم وإذ نجيناكم أصل النجاة من النجوة والنجوة هي المكان المرتفع والإنسان في المكان المرتفع يكون سلامة مثلا من الغرق من السيل ونحو ذلك فالنجوة هي المكان المرتفع والنجوة من النجو وإذن جيناكم من النجو وهو القطع ومنه الاستنجاء والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قطع عدوهم فنجاهم وسلمهم وقطع ضرر عدوهم ومنه الاستنجاء لأنه من النجو ومنه نجوت الشجرة أي قطع إذا قطعتها والاستنجاء والاستنجاء سم يستنجاء لأنك تقطع الأذى تقطع الأذى وتزيله ولي قال وإذ نجيناكم من آل فرعون أصل كلمة آل كما تقدم في بعض الكلمات مثل آدم أصلها أأل أأل مثل آدم أصله آدم ويقولون إذا اجتمعت همجتان في كلمة أولهما مفتوحة والثانية الشاكنة فإن الهمجة الثانية الشاكنة تقلب إلى حرف إلى حرف يناسب حركة الهمجة الأولى والهمجة الأولى مفتوحة وهذه والفتح يناسبه الألف فتقلب الهمجة الشاكنة إلى ألف فيقال كما تقدم آدم فآدم حذفت خطا ونطقت لفظا كذلك أأل حذفت الهمجة الثانية وقلبت ألفا وهي تناسب حركة الهمجة الأولى وهي المفتح لأن الألف يناسبه الفتح فقيل آل فالمدة هذه عن ألف مفتوحة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم يولونكم ويديمون عذابكم ويطلبون عذابكم كلمة يسومون جمعت معاني من ألوان العذاب لأن السوم هو الخسف والإهانة سام الناس خسفا سامهم إهانة والسوم هو الطلب تقول سمت السلعة أي طلبتها والسوم من السائمة وهو الدوام وهو الدوام سمى السائمة التي ترعى أكثر الحول فهي تدوم سائمة وترعى سائمة أكثر الحول فهذا اللفظ فيه أنواع من الإشارة إلى الإذلال ودوام الإذلال وشدة الإذلال لأنه من سام الناس خسفا أي أذل لهم ومن السوم وهو الطلب وهو المتابعة تركهم بلا راحة تركهم بلا راحة وكذلك يسومونكم الدوام أنه أنه مستمر وليملون من إيقاع الإذلال والعذاب واستعمالكم في كل عمل لهم سواء كان من الأعمال التي هي محل إهانة أو غير ذلك يعملون لهم في كل شيء وهذا يبين ما هم عليه عند فرعون وآله قال يسومونكم ثم قال سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب لأنه قد يكون مثلا إسامة وتكون إذلال لكن مع ذلك يكون فيه إذاقة أصناف وألوان من العذاب ولذا من لم يكن قادر على العمل من بني إسرائيل فإنهم يفرضون عليه غريبة وجزية فرضون عليه جزية ولو لم يدفعها فإنهم يأخذونه ويعذبونه يسومونكم سوء العذاب كما تقدم في سورة إبراهيم ويدبحون وهنا يدبحون أبناءكم الفعل هنا بالتشديد دلالة على شدة العذاب وأنهم يبادرون الحوامل ومن فور سقوطه يقذبحونه والعياذ بالله وهذا كما ذكروا ذكروا وفسروا حتى الله عليهم أن فرعون رأى رؤية أفزعته أن نارا خرجت من بيت المقدس وبيت المقدس هو مكان كان في أنبياء بن إسرائيل في نار خرج من بيت المقدس وأنها دخلت إلى بلاد مصر إلى بيوت الأقباط وأنها أشعلت وأحرقت تلك البيوت في بلادهم وسلمت منازل بني إسرائيل فسأل من حوله عن هذه الرؤية ومن يعبره له فقالوا إنه يخرج من بني إسرائيل من يكون جوال ملكك على يده فهاله الأمر فعند ذلك اتفق هو من معه من شيعته وحاشيته أن يقتلوا الذكور ويستحيوا الإناث فجعلوا يقتلونهم حتى كادوا أن ينقرضوا فعند ذلك صار الكبار يشبون فقالوا إنهم إذا هلكوا من يقوم لنا بالخدمة من يقوم لنا بالعمل فعند ذلك قرروا أن يقتلوا عاما ويذروا عاما وولد هارون عليه الصلاة والسلام ولدته أمه في العام الذي لا يقتل فيه الولدان وولد موسى عليه الصلاة والسلام في العام الذي يقتل فيه الولدان ففزعت أم موسى أمه أم موسى عليه الصلاة والسلام ففزعت فقال فأوحينا إليها فأوحينا أن ألقيه في اليم فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إذا أم موسى أن ألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فتربى في بيت فرعون وقصته معروفة وذكر الله سبحانه وتعالى في آيات عدة وفي سور لكن رشار هنا إلى سبب هذا هذا سبب ذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليهم وأن مبدأه كان من تلك الفعل التي فعل فرعون وقومه ثم آل الأمر إلى أن نصرهم الله سبحانه وتعالى ولهذا قال يسومونكم يذبحون ابنائكم ويستحيون نساءكم وفي ذا لكم ذا لكم ذا يعني إشارة إلى هذا البلاء والشدة ولهذا أشار بذا للمفرد الواحد بذا للمفرد أشر وكم في ذلكم والكاف والميم هذه خطاب لهم خطاب لهم يعني في هذا بلاء عظيم ومحنة عظيمة واختبار اختلف العلماء هل هذا البلاء بلاء نعمة أو بلاء شدة فهو في أول الأمر شدة لكن حين الصبر والاحتساب يؤول إلى أن يكون نعمة وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم والبلاء يكون في الخير وفي الشر قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال سبحانه وبلوناهم بالحسنات والسيئات الحسنات النعم والسيئات المصائب ونبلوكم بالشر والخير فتنة فالبلاء يكون في الخير ويكون في الشر لكن الشأن في الصبر والبلاء اختبار والاختبار للعبد إما أن يفوج في هذا الاختبار وإما أن يكون برد ذلك فإن صبر واحتسب فاز وظهر ونبلوكم بالشر والخير فتنة والفتنة هي الاختبار والامتحان ونبلوناهم بالحسنات والسيئات يعني بالنعم والمصائب بالحسنات والسيئات وجاءت الآثاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم وقع لهم البلاء بالضراء والبلاء بالسراء ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور الصبر في أمور الشدة عاقبة خير ولهذا قال وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم هذا البلاء إن كان ما حصل لهم من أن الله سبحانه وتعالى أظفرهم وأظهرهم ونصرهم فهذا بلاء مع نعمة واختبار بلاء نعمة بعد هذا الاختبار حيث إن الله سبحانه وتعالى نصرهم على عدوهم ولهذا قال سبحانه وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ يُبَيِّنُ سبحانه وتعالى وَيُعدِّدُ نِعَمَهُ عَلَى عِبَادَهُ وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام وقصته مذكورة في مواضع موسى عليه الصلاة والسلام لما هم به فرعون وما وجدوا من الإذلال والإسهامة بالعذاب والإهانة فأوحى الله إليه سبحانه وتعالى أن يسري بعبادي أوحى الله أن يسري بعباده فسرى في تلك الليلة دون أن يشعر فرعون وجنده ويقالوا في الآثار إنهم ألقي عليهم ما يكون سببا لغفلتهم وقيل إنه أصيبوا بمن أصيبوا بمن مات من قراباتهم فانشغلوا بموتاهم وأن موسى عليه الصلاة والسلام وقومه خرجوا إلى جهة البحر والبحر هذا عند الأكثر أنه بحر القلزم البحر الأحمر فالله أعلم ولهذا قال لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى البحر ووقف عند البحر وقومه يقال كان معه يوشع بن نون فتاه ذكروا في الآثار وأنه قال هل أمرك ربك أن نخوض قال نعم فأقحم فرسه فخاض في الماء ثم رجع ثم خاض في الماء ثم رجع عند ذلك أوحى الله سبحانه وتعالى وحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ولها قال سبحانه وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم واغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ولما علم فرعون لما أصبحوا ويقال إنه في تلك الليلة لم تصح الديكة لأن فرعون لما علم قال لا تخرجوا حتى تصح الديكة فلم تصح الديكة تلك الليلة في آثار تذكر فالله أعلم في هذا لكن الله سبحانه وتعالى هيا الأسباب العظيمة في خروجهم واجتماعهم ولم يتخلف منهم أحد ويقال إن عددهم نحو من ستمائة ألف وأن فرعون وقومه ضعفهم فلما جاءوا إلى البحر أدركهم فرعون لحق بهم فقال أصحى موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان قال أصحى موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين كلا هم رأوا العدو البحر أمامهم والعدو خلفهم وهم أصحابه هلع وخور ووقع لهم مع موسى ما وقع عليه الصلاة والسلام وقصصهم معه حتى بعد النجاة لما قالوا اجعل لنا إله كما لهم آله فحين قال كلا هذه الكلمة العظيمة يعني أنت لو تنظر بالنظر في الأسباب الحسية البحر أمامهم والعدو خلفهم إذا نظرت بميزان الأسباب الحسية قالوا ذلك لكنه علي قال كلا إن معي ربي سيدين فوحينين اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل كل فرق كالطود العظيم الطود ما هو الجبل الجبل العظيم الله أكبر قال سبحانه في سورة الله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وهنا قال وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم واغرقنا آن فرعون وأنتم تنظرون الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة أوحى إلى موسى هذه العصة صار فيها آيات عظيمة ابتلعت سحرهم وحياتهم ضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا كما في البقرة وفي الأعراف فانبجست منه 12 عينا هذه العصة ضرب بها البحر ويقال إن البحر في تلك الليلة التي جاء موسى إليه جعل له أمواج عظيمة فالله أعلم يتوقع يعني ما يؤمر به موسى عليه الصلاة والسلام فلما ضرب بعصاه البحر انفلق وكذلك انفلق البحر حتى صار هذا البحر طرقا لأصباط بني إسرائيل وله غير فرقنا بكل البحر صار طرقا لهم وهم 12 صبطا فانفتح لهم 12 طريق ولا يملون من المطالبة فلما دخلوا في البحر في البحر قالوا يا موسى أين أصحابنا لا نراهم الذين فيقال إن الله سبحانه وتعالى يعني برحمته وحكمته جعل بينهم وبين كل طريق في البحر في هذا الطود العظيم طاقات ونوافذ ينظر بعضهم إلى بعض وينس بعضهم ببعض ويسيرون في البحر نزلوا ثم قاع البحر وصلوا إلى قاع البحر الله أكبر يبس يابس قال السدي وجماعة إن الله أرسل ريحا حتى يبس البحر كالطريق ليابس موهد والله أعلم لكن ظاهر القرآن في قول سبحانه فاضرب فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ظاهره أنه بمجرد الضرب انفتح الطريق وصار كل طريق قائم فيه هذا الماء كالجبل العظيم وكذلك صار يبسا لأنه قال طريقا فاضرب لهم طريقا ثم قول في البحر في البحر فاضرب لهم طريقا في البحر صفة الجار مجرد ويبسا صفة فظاهر يبسا صفة لطريق كذلك موضع الجار المجرور فظاهره أنه بمجرد ضرب البحر انفلق وصار يبسا هذا هو ظاهر القرآن فالله أعلم كون هناك ريح يعني بعد ذلك لكن ظاهر القرآن كما تقدم أنه بمجرد ذلك صار يبسا وإذ فرقنا بكم وحرة فأنجيناكم هنا قال فأنجيناكم وذلك وإذ نجيناكم يعني مما هم فيه من الذل والخصف والهوان ثم هذه فهذه النجاة أبلغ لأن الله أقر أعينهم بهلاك عدوهم وليس مجرد هلاك العدو لا هلاك العدو وهم ينظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ظاهر هذا أنهم نظروا إليه لماذا لأن فرعون وجنده لما جاءوا إلى البحر أتباعه لما قدم البحر وموسى عليه الصلاة ضرب البحر ومشى فلما قدم فرعون وصل إلى البحر وجده مفلق فقال لقومه انظروا إلى البحر انفلق من هيبتي يقوله فرعون انفلق من هيبتي فهابوا أراد أن يقدم فهابوا فأقدم هو وحين دخل واستتم هو وقومه انطبق عليهم البحر وكان موسى وقومه قد خرجوا كلهم لم يبقى منهم واحد قال واغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون الواو هنا واو الحال والحال أنكم تنظرون أنتم هذه مبتدى وتنظرون هذه الجملة من الفعل والفاعل أين فاعل تنظرون الواو من أمثل الخمسة فهذه هذا الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدى والجملة من مبتدى وخبر في محل نصب على الحال يعني هذا تمام لإقرار حتى تقر أعينهم فرأوهم وهم غرقا قيل إنهم طفوا على البحر وهلكوا جميعا ولهذا قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون الله سبحانه وتعالى تم عليهم النعمة وأغدق عليهم من نعمه سبحانه وتعالى وعدهم بأن يضع لهم شريعة وأن يكلم موسى عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة فيما يجب عليهم وما يحرم عليهم بعدما تمت عليهم هذه النعم العظيمة وسلامتهم من الفتن والشرور الآن ذهبت عنهم هذه المصائب وهذه الفتن اندفعت عنهم الشرور وقرت عينهم بهلاك عدوهم فالله سبحانه وتعالى تم عليهم نعمته النعمة الدينية تلك نعم أنعم الله عليهم في دنياهم سلموا من عدوهم أقرى عينهم بهلاك عدوهم ثم سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعمة دينية وهي نعمة الدين ولهذا قال سبحانه وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة وعدنا موسى وجاء في قراه وعدنا موسى وأنه سبحانه وتعالى بعد هذه المدة وكان سبحانه وتعالى قد وعده ثلاثين ليلة وإذ وعدنا موسى ثلاثين ليلة فأتمامناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ويقال ذكروا في الآثار والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يصوم وأن يتهيأ لكلام ربي سبحانه وتعالى وتلقي هذه الشريعة قال إنه صام ثلاثين يوم رحمك الله صام ثلاثين يوما وأنه بعد ما انتهت هذه ثلاثين وجد رائحة من أثر من كطاع من أثر الصوم فاستاكى بنوع من السواك يريد أن يذهب هذه الرائحة فيقال في الأثر إن الملائكة قالوا يا موسى إنا نجد منك رائحة المسك أين ذهبت وأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يصوم عشرا حتى يعود إليه ما كان فيه من هذه من هذا الأثر الذي هو أثر عبادة أثر تذكر في هذا فالله أعلم بصحتها لكن حسبنا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه وعده هذه المدة سبحانه وتعالى ذبت في الحليص صحيح لخلوف بالصائل أطيب عند الله من رائحة المسك يعني أن أثر العبادة عبادة الصوم وإن كان الناس استكريهونها فإنها عند الله سبحانه وتعالى أطيب من رائحة المسك واختولي في معنى لكن لماذا؟ لأنه أثر عبادة أثر عبادة ولهذا لما كانت رائحة المسك تكون من الجوف فلما أنه كما تقدنا في الحديث عنه عليه الصلاة وقال لا خلوف أمي الصالم أطيب عند الله من رائحة المسك يعني أن رائحة المسك أثر عبادة لكن أثر العبادة هذا يخرج من الجوف ولهذا لما اختلف العلماء في السواك للصائم هل يشرع أو لا يشرع كان الصحيح أنه لا بأس بالسواك للصائم لأن الحديث الصريحة واضحة صحيحة واضحة في مشروعية السواك للصائم هم قالوا إن النبي إن خلوف من الصام أطيب عند الله فإذا كان خلوف من الصام أطيب عند الله السواك يزيل الرائحة هم يقولون يزيل الرائحة يزيل الرائحة فإذا كان يزيل الرائحة فلا يشرع يقال أولا هذا مجرد استنباط هذا مجرد استنباط هل يصح أو لا يصح موضع نظر والاستنباط إنما يقبل أو يكون له وزن إذا لم يخالف النص لكن حين يكون على خلاف النص فإن مثل الاستنباط يكون فاسد الاعتبار لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على السواك حث وقال لو لا نشق على أمتي إلى مرتم بالسواك عند كل صلاة مع كل الصيرات عند كل وضوء وعند كل صلاة في الصحيحين ومع كل وضوء عند أحمد والنساء والبخاري معلق مجزوما به فلا حالي الصريحة ومما يدخل فيه من الصلاوات صلاة والظهر وصلاة العصر وهي بعد الزوال يعني في الغالب أنه تنبعث الرائحة من جو فمن الصائم فلهذا هذا الاستنباط يكون ماذا ضعيفا لا يقبل الأمر الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لا خلوف من الصائم الخلوف من أين يكون هل يكون من الفم أم من المعدة من المعدة والسواك يطيب ماذا يطيب الفم اللثة والأسنان فإذا خلوف جوفه باق لا يذهب خلوف جوفه باق لا يذهب الأمر دليل الثالث أن الصائم يشرع له أن يتمضمض أليس كذلك المضمضة مشروعة أيهم أبلغ المضمضة أو السواك المضمضة لأنه حين يمضمض ويستاك مع المضمضة يكون أبلغ في إزالة الرائحة الدليل الرابع فرضنا أن السواك يزيل الخلوف هل معنى أن قوله لخلوف من الصائم أنه يشرع ويبقاؤه أو الخبر عن أن هذه الرائحة المستكرة عند الناس محبوبة عند الله سبحانه وتعالى هذا هو وليس فيه دليل على أن هذه الرائحة لا يشرع إزالتها ما في دليل يعني إنما فيه أن مثل هذه الرائحة مما يكرهها الناس وهي أثر عبادة وهي عند الله أطي من رائحة المشك ما الخلاف في قوله رائحة المشك هل هو في الدنيا أو في يوم القيامة والذي جر إليه ما ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام قوم موسى عليه الصلاة والسلام لما أنجاهم الله سبحانه وتعالى من البحر و وعده الله سبحانه وتعالى وكلمه و كتب له التوراة بيده سبحانه وتعالى الله الله سبحانه وتعالى يقول ثم اتخذتم العجلا بعده وأنتم تنظرون وأنتم ظالمون ثم اتخذتم عجلا بعده وأنتم ظالمون ما أسرعهم إلى هذا في حال لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الموعد فهو وعده ثلاثين يليا وإذ وعدنا موسى ثلاثين ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة يذكرون في الآثار أنه أنه لما مضى الثلاثون ليلة ولم يرجع قالوا يا موسى يا هارون لأن هارون أمره موسى عليه الصلاة قال خلفني في قومي وأصلح ولا أتبع سبيل المفسدين أمر أن يقوم عليهم وأن يصلحهم وأن يدعوهم وأن يعتني بهم عليه الصلاة والسلام فهارون ساد في ذلك لكن كان السامري الذي كان قيل منافقا يظهر الإسلام يظهر أنه يتبع موسى وكانوا لما خرجوا وفروا من فرعون وقومه كان معهم استعاروا الحل حليا وقيل إنهم سرقوه من آل فرعون يقالوا بحكم أنهم كانوا بيوتهم ومعهم فعند ذلك قال السامري إن هذا الحلي لا يجوز أن يبقى معكم أنتم ختموه ولم تردوه إلى أهله وهذا لا يجوز أو كانوا سرقوه فعند ذلك أشار على هارون أنه يجمعه فأخذه وجمعه عنده ثم صهره ثم صنع منه عجلا له خوار جسدا له خوار يعني كان إذا دخلت جاءت الريح دخلت من فمه وخرجت من دبره فقالوا بظلالهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي ترك إله موسى راح يبحث عن إله وإله موجود هذا العجل والعياذ بالله ما أسرعهم إلى الغواية والظلالة فرجع إليهم بعد ذلك بعدما تم الميعاد وقصته مبسوطة ومذكورة لكن كما قال سبحانه وتعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الظلم هذا ما هو أعظم الظلم ظلم الكفر والكافرون هم الظالمون إن الشركة لظلم عظيم فهذا الظلم الأكبر والظلم قد يكون ظلما أصغر قد يكون ظلم المعاصي لنفسه في حقه في عسيان ربه وقد يكون ظلما لعباد الله في حقوقهم والظلم الأكبر هو ظلم الشرك إن الشرك لظلم عظيم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالم وهذه جملة حالية والحال أنكم ظالمون باتخاذكم العجل ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر وليهذا قال ثم اتخذتم العجل لم يقو اتخذتم العجل إلها لكنه مفهوم لأنه قال ما قال صنعتم العجل أو صيرتم قال اتخذتم والاتخاذ ما هو اتخاذه لشيء ولهذا وأنتم ظالمون اتخذوه للعبادة اتخذتموه إلها ولهذا المفعول الثاني محذوف لأن تخذ تنصي مفعولين تخذتم العجل والمفعول الثاني محذوف أي إلها وأنتم والحال ظالمون معتدون بهذه الفعلة الشنيعة أو الفعلة الشنيعة والظلم في الأصل ما معناه والظلم في الأصل هو النقص كما قال سبحانه وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء أي لم تنقص منه شيء فالظلم نقص وأعظم الظلم وأعظم النقص هو ظلم الشرك ظلم الكفر ولذا يجسهد العبد أن يتخلص من أنواع الظلم ظلمه فيما يتعلق بالشرك ظلمه يتعلق بالمعاصي ظلمه فيما يتعلق بحقوق العباد وإلا فإنه إن ورد بالظلم الأكبر فلا حيلة فيه إن ورد بالظلم الأكبر فلا حيلة فيه حبسه القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما للظالمين من أنصار انتهى ليس هناك نصرة كما تقدم في قول تعالى ولا هم ينصرون لا ينصرك ولا يقوم لك إلا عملك الصالح وإن كان الظلم دون ذلك من مظالم العباد أو ظلم المعصية فهذا أمره إلى الله يشاعف عنه وإن شاعذبه لكن ما كان من الظلم من حقوق العباد فإن الله لا يترك منه شيئا من كان لأخيه عليه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإذا أتى يوم القيامة وعليه مظالم أخذ من حسناته فيعطا للمظلوم فإن لم تفي حسناته أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرحت في النار ثم اتخذتم العجن من بعده وأنتم ظالمون وبنوا إسرائيل كثرت فيهم الآيات والعبر ومع ذلك لا يتعظون ولا يتدبرون ولا يفقهون آيات عظيمة كثيرة رأوها وشاهدوها بأعينهم آيات حسية مع ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من كتاب التوراة لكن كرم الله هذه الأمة كما قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس ولا يتقدم أن في تفضيل مع العالمين أي عالم زمانهم لأن هذه الأمة بنص القرآن كما قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بله ولو آمن الكتاب لكان خير منهم مؤمنون وأكثرهم الفاسقون هكذا كان هذه الأمة لها معجزة واحدة باقية في عد النبي عليه الصلاة والسلام هناك آيات لكن الصحابة لم يكونوا يطلبون آيات لم يطلبوا آيات من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلبوا دلائل بل كان من رآه عليه الصلاة والسلام وحدثه علم أنه صادر صلواته الله وسلم وهذا الكتاب العظيم من سمعه أعظم آية إذن هذه الآية العظيمة تخاطب العقول والأفهام لكرم هذه الأمة وفضل هذه الأمة وعظم هذه الأمة ولهذا هذه الآية باقية إلى أن تقوم الساعة قال عليه الصلاة والسلام ما من أنبياء نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي هو الباقي الآيات عادي عليه الصلاة والسلام رآها من رآها أصحابه لم يطلبوا آياته أصحابه عليه الصلاة والسلام في أشد الأحوال جوعا وعطشا ما طلبوا شيئا من ذلك رضي الله عنه أبدا إلا في ناله حين يشتد الأمر لكن ليس على طلب الآيات على طلب البركة لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم من الكرامات ما يكون سببا في نجاتهم ونصرتهم ولهذا في قصص كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقع آياته لكن ما طلب أصحابه جئ بماء في تور صغير وكانوا ثلاثمائة فوضع أصابعه فيه فجعل يفور أمثال العيون اختلف العلماء هل الماء وقعت فيه البركة وصار يفور نفس الماء أو أن الماء تفجر من عروقه عليه الصلاة والسلام ظهر الحديث أن الماء هو الذي كثر وأنزل الله في البركة جاء في روال الطبراني أنه نبع من أصابعه نبع من أصابع أخذ بعضهم بظاهرها وقال إن أصابعه وصارت كالعيون عليه الصلاة والسلام وهذا في نظر الله وعلم لكن الآية حاصلة حاصلة أصحابك ما تقدم من يطلبوا في قصة الخندق جعلوا يعملون كم ليلة ثلاث ليالي لا يذوقون شيئا لا يذوقون ذواقا رضي الله عنه إنما يأخذون شيئا يقيتون به أودهم كان الواحد معه تامرة أو تامرتان يمصها ويشربوا عليهم لأنه أصابهم شدة في المدينة قبل فتحي خيبر أصابهم شدة في المدينة شدة عظيمة وأصابهم جوع رضي الله عنهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الضيف فيرسل إلى بيوت أزواجه تسعة أبيات بيوت أزواجه لطعام كل واحدة تقول ليس عندها إلا الماء إلا الماء فيقول من يضيف هذا يرحمه الله يقوله عليه الصلاة والسلام في الخندق عملوا ثلاثة ليالي ثلاثة أيام يحفرون واشتد بهم الجوع قال جابر رضي الله عنه فرأيت بوجه رسول الله ما لا صبر عليه رأى شيئا عظيما وشدة ما تحمل رضي الله عنه الرسول ما طلب شيئا ولو شاء سأل رب أنزل عليه موائد من السماء فذهب إلى بيته ف سأل فوجد صاعا من شعير صاعا من شعير رضي الله عنه ف أخذ فأمر أهله فطحنوه وآخذ وكان عنده عناق صغيرة عناق صغيرة لا يعني تشبع يعني لو اجتمع عليها من كان جوعه شديد ثنان وثلاثة لم تشبعهم عناق صغيرة فأخذها وذبحها وآمر فطحنوها الشعير كانوا يأكلون الشعير ثم وضعوا الخبز وهي الخبز وأقراص الشعير وضع اللحم في البرمة ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنه قال يا رسول الله يعني لي حاج لم يخبره فذهب ثم لما تهيأ الطعام جاء إلى رسول الله وكان أهل خندق ألف رجل ألف رجل من الصحابة رجال وثلاثة أيام يعملون لم يذوقوا شيئا إلا تمرة يمصونها فقال فأسر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله طعيم طعيم من تمام الكرم تحقيره وتعجيره يقولون طعيم لك واحد أو اثنان من أصحابك الرسول لا يأتي وحده عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول يعني معك واحد أو اثنان يخشى أن يأتي معه عشر عشرون كيف كيف يطعم عشر عشر وهي عناق صغيرة وهم شد بهم الجوع فلما سمع كلامه قال عليه الصلاة والسلام كثير طيب ثم التفت الرسول عليه الصلاة والسلام أيله الخندق قال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع لكم سورا فحي هلا كل أهل الخندق يقول جابر رضي الله عنه فأصابني من الهم والغم ما الله بيعلم وقد قالت له زوجه قبل ذلك لأنها علمت أن الرسول لا يأتي وحده قالت إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضحني برسول الله يعني الرسول لا يأتي وحده يعني يأتي معه واحد أو اثنان فاهتم لمجيئهم واهتم كيف يقابل أهله لأنها قد حذرته فجاء عجلا يسبق رسول الله يسبق يهيي الأمر فدخل البيت قال قد جاء رسول الله صلى الله وأهل الخندق جميعا قالت هل أخبرته شوف العقل من نساء الصحابة قال نعم قالت رضي الله عنها الله ورسول أعلم قال رضي الله عنه فكأنما أزاحت عني جبلا كيف مواقف النساء رضي الله عنهن ونساء الصحابة هو من اقتدى بهن فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام أدخلوا عشرة عشرة ولا تضاغطوا لا تضاغطوا فجاء عليه الصلاة والسلام قال لجابر يا جابر دعي البرمة على النار لا تحركها دعي البرمة على النار ثم بعد ذلك أخذها رسول الله صلى الله وضع البرمة تعرفون البرمة ما هي ما هي البرمة من ماذا من حجارة كانوا يصنعون أحيانا قدور من حجارة لماذا سبيت برمة لأنها تبرم حتى تكون كالحوض يعني تكون كالحجارة فيطبخون ويطبخون في غيرها رضي الله عنهم فأخذ البرمة واخذ الخبز فجعل يأخذ من هذا الخبز فيقطع يأخذ قطعة من الخبز ويضع عليها قطعة من اللحم ويضع لأصحابه واحدة وعليه صلى الله عليه وسلم والبرمة صغيرة برمة صغيرة فجعلوا يأكلون عشرة 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 حتى شبعوا قال جابر والله لقد انحرفوا عنها عن البرمة ألف رجل وجعلنا نطعم سائر يومنا هذا من أول النهار يعني قريب منكم الله أعلم يكون قريب من الظهر أو كذا يعني في وسط النهار أو نحوه فجعلنا نطعم سائر اليوم أهل المدينة وإن البرمة لتفور فورانا ما نقصت شيء الله أكبر من الذي أطعمهم من الذي أكرمهم هم في ضيافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد أنهم أنه ما طلب شيئا من هذا إنما أنزل الله البركة وكانت آية عظيمة لهم وايات كثيرة من هذا وبالذكر جابر بن عبد الله رضي الله لكن قبل ذلك أذكر رواية ينتبه لها ذكرها بعضهم موضوع لا أصل لها يعني انظر حديث صحيح حيانا صحيحة فيها من الشفاء والكفاية ما الله به يعني ما يكفي لكن مع ذلك جاء في رواية عند أحد الرواة هو حافظ لكنه ليس له عناية بالحديث يقال له شكر أحد الرواة يقال له أذكر اسمه شكر له اسم محمد شكر من حفاظ هو في أحد القرون روى هذا الحديث روى ابن شكر هذا أو لقبه شكر تراجع ترجمته لكن ليس له عناية فزاد في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أخذ العظام وجعلها على بعض حتى عالت العناق فقال خذ عناقك يا جابر خذ عناقك يا جابر هذه رواية لا أصل لها ومنكرة ولا تصح فأما نفس القصة فيثابت والآيات في هذا متواترة عنه عليه الصلاة سألوه سبحانه تعالى والتوفيق والسداد والعلم النافع وعلى من الصالح مني وكرم آمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد